السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم اخواني الكرام ان شاء الله تكونوا بصحة طبعا اليوم معنا حذيفة ابني احب انه يشارك معنا وقرر انه يطلع معنا بالفيديو اخواني بس بدي افاهمكم انه الفيديوهات القادمة ان شاء الله فيديوهات مهمة وحب انبهكم انه تركزوا كويس فيها وتحفظوا اغلب المعلومات اللي فيها تحفظوها بشكل جيد وتحاولوا تطبقوها على محركات لانه هاي المواضيع مهمة جدا جدا وكمان بدي اذكركم ما تنسوا الاشتراك في قناتنا الجديدة اللي هي مشغل جلال كعربائي فيديوهات طويلة رح يكون فيها نشر مواضيع متنوعة ومتعددة طبعا رح ابلش انا نشر فيها بشكل منتظم بعد ما يصير عدد المشتركين او المتواجدين يعني عدد مقبول ان شاء الله وكمان لا تنسوا الانضمام من القروب مشغل جلال كعربائي على الفيسبوك وكمان متابعة صفحتنا مشغل جلال كعربائي حسن ابو عبد الرحمن على الفيسبوك وجميع الروابط بتلاقوها اسفل الفيديو ما بدي اطول عليكم ان شاء الله ننتقل الى الفيديو التالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم اخواني الكرام ان شاء الله انكم تكونوا بخير وصحة وسلامة متابعة لموضوع فيديو الامس اللي هو انا بعتبره صراحة اهم موضوع في مهنة لف المحركات وهو موضوع معرفة تحديد عدد اقطاب المحرك ومعرفة ترتيب التسقيت واين توجد كل مجموعة في المحرك وهل المجموعات متجاورة او متباعدة بالتالي اذا عرفنا هذا الكلام نستطيع نعرف توصيل الداخلي للمحرك فاذا احنا عرفنا هذا الكلام كله يعني ما بقي في المحرك الا انه نسقط فيه الاسلاك وانتهى الموضوع اذا احنا عرفنا كل هذا الكلام فما ضل اشي بالمحرك فلذلك انا بصراحة بعتبره انه هذا الموضوع بالذات يعني سبعين الى ثمانين في المية من المهنة فاذا انت عرفت المحرك كم قطب بمجرد النظر يعني بمجرد النظر عرفت كم قطب وعرفت انه مجموعات متجاورة او متباعدة بالتالي انت عرفت التوصيل التوالي بينهم فما بقي شيء في المحرك يعني فقط انه بدنا نسقطه يعني والباقي عرفناه فهذا الموضوع بصراحة مهم جدا 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 لذلك انا بحاول اركز عليه في الفترة الماضية وراح اركز عليه في الفترة القادمة كمان يعني انا بصراحة ما بدي تملوا من هاي الفيديوهات اللي هي تبعت معرفة ترتيب الاقطاب او عدد الاقطاب لاني راح انزل فيديوهات اخرى بنفس الموضوع لأهمية الموضوع يعني انا بس انزل فيديو او اكثر من فيديو لنفس الموضوع هاي اشارة على انه هذا الموضوع مهم مهم جدا فانا ان شاء الله راح انزل كمان فيديوهات لكن ممكن طبعا عدد اقطاب مختلف لكن راح ارد انزل واشرح موضوع الاقطاب التأثيرية والاقطاب الحقيقية المتباعدة والمتجاورة وكيف نعرف ترتيب الاقطاب وكيف نعرف ترتيب تسقيقها طيب خلونا نبدأ بدناش نطول بالفيديو عندي انا هذا المحرك اللي هو المحرك اللي بالفيديو حكينا عنه بالامس اللي هو ست اقطاب ست اقطاب وطبعا قلنا اقطاب ومتجاورة وسرعته الف دورة طبعا انا رسمت الرسمة هاي كان الاصل لازم انا ارسمهم بلون واحد على اساس انه ما نعرف احنا ترتيب الاقطاب لكن رسمتهم هيك قال اسقدر الله ومش افعل المهم احنا بنمشي بنفس الطريقة اللي حكيت لكم عنها انبارح اللي هي واحد اثنين ثلاث واحد هاي الطريقة هي السر في معرفة عدد اقطاب هي السر في معرفة عدد اقطاب المحرك اذا احنا فهمنا هاي الطريقة رح نقدر انحدد اقطاب اي محرك بمر علينا او بنشوفه طيب احنا الان عنا هذا المحرك ست وثلاثين مجرى وهي الاقطاب كلها نازلة او المجموعات كلها نازلة بدنا نحدد عدد اقطاب هذو المحرك احنا أول اشي بنحدد مجموعات كل فاز او كيف الطريقة بنعد المجموعات الموجودة في المحرك وبنقسمها على ثلاث свобод بما ان المحرك ثلاث فاز ونقسمها على ثلاث فاز احنا بنعد المجموعات واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر احداش تناش ترتاش اربطاش خمستاش ستاش سبعتاش ثمنطاش اذا احنا عنا ثمنطاش مجموعة طبعا بنقسم على ثلاث فاز وبطلع عنا الجواب ست مجموعات في الفاز اذا احنا عنا ست مجموعات بالفاز وزي ما انتم شايفين طبعا المجموعة هي عبارة عن ملف واحد تمام اذا احنا عرفنا انه ست مجموعات في كل فاز والمجموعة عبارة عن ملف واحد طيب الان بدنا نحدد وين مجموعات الفاز وين مجموعات الفاز موجودة على اساس انه نعرف انها متجاورة او متباعدة وبالتالي نعرف التوصيل حكينا زي ما حكينا بنستخدم طريقة الواحد اثنين ثلاث واحد طبعا المقصود في واحد هون اللي هو الفاز الاول مقصود في اثنين الفاز الثاني ثلاث الفاز الثالث وطبعا هاي بنرجع للفاز الاول اذا بنبدأ بالفاز الاول الفاز الثاني الفاز الثالث وبنرجع للفاز الاول ليش؟ لانه هذا هو ترتيب كل المحركات ترتيب تسقيطهم بكون مجموعة للفاز الاول بعدها مجموعة للفاز الثاني بعدها مجموعة للفاز الثالث بعدين بنرجع منعيد من اول مجموعة للفاز الاول مجموعة للفاز الثاني مجموعة للفاز الثالث بعدين مجموعة للفاز الاول مجموعة للفاز الثاني مجموعة للفاز الثالث وهكذا فإذا احنا عنا مجموعة للفاز الاول مجموعة للفاز الثاني مجموعة للفاز الثالث وبنرجع للمجموعة للفاز الاول وبهاي الطريقة بنقدر نحدد مجموعة الفاذ الأول الأولى ومجموعة المفاذ الأول الذين أو المجموعة الأول الذين مجموعةıl فاذ الأول الثانية ولم ي Natürlich أرى لمجراء this number of 可以 الآن نبدأ من المجرأ الأول وهذا التضيير تATTOO 36 مجراء هذا المجرأ رقم 1 وتجعلها نتحدثتت عن هذه المجموعة الأولى وأنها واحد طبعا بدأ�자 بكون في داخلها لازم يكون في داخلها طرف مجموعتين من الفازين الآخرين يعني طرف للمجموعة من الفاز الثاني وطرف للمجموعة من الفاز الثالث فإحنا بنبدأ نعد بنقول هاي واحد هاي مجموعة الفاز الثاني بنقول عنها ثنين هاي الأزرق مجموعة الفاز الثالث بنقول عنها ثلاث وبنمشي بنلاقي مباشرة مجموعة رجعنا للفاز الأول إذن بنحكي عن الأحمر هنا واحد الأسود اثنين الأزرق ثلاث الأحمر واحد إذن الأحمر والأحمر مجموعات في نفس الفاز هاي ثنتين ومنرجع من عد من نفسها الأحمر بنقول الأحمر واحد الأسود اثنين الأزرق ثلاث الأحمر واحد إذن هاي ثلاث مجموعات وبنرجع منعد منها نفسها الأحمر واحد الأسود اثنين الأزرق ثلاث والأحمر واحد هاي المجموعة الرابعة وبنعد من نفسه الأحمر من نفسه بنعد الأحمر واحد الأسود اثنين الأزرق ثلاث والأحمر واحد اللي هي المجموعة الخامسة وبنعد منها نفسها الأحمر واحد والأسود اثنين والأزرق ثلاث والأحمر واحد هاي المجموعة السادسة طبعا إحنا لما نعد بنعد من المجموعة الثانية اللي ماشي بنفس الاتجاه ما بنعد من الاتجاه المعاكس يعني مثلا إحنا خلونا نقول مثلا من هون بنعد من الأحمر ما بنقول هاي الأحمر واحد الأسود هذا اثنين لا لأنه هذا جاي من الاتجاه المعاكس لاحظوا هاي المجموعة من رايحة للجهة الثانية نحن نعد المجموعة بإمكان التحيق لكن لا نعد هذه الأسود تأكيد بإمكان التحيق كلافة أخير هاي الأسود ماشي بنفس الاتجاه فبنقول عنه اثنين الأزرق هذا تجاهه عكسي لاحظوا تجاهه عكسي ما بنعده بنعد الأزرق اللي هون لأنه اتجاهه بنفس اتجاه الأحمر والأسود ماشي فبنقول عنه ثلاث وبنمشي بنجي هون ونلاقي الأحمر هاي المجموعة اللي بنعدها ما بنعدها طبعا بنلاقي الأحمر الثاني ماشي بنفس الاتجاه فبنعده فإذا إحنا بنبلش نعد أو بنبدأ نعد كله بنفس الاتجاه ما بنعد اللي بالاتجاه المعاكس يعني ما بنحسب المجموعة اللي جاي ان الاتجاه المعاكس ما بنعدها احنا بنعد اللي مشيات في نفس الاتجاه فهي هاي فاحنا قدرنا نحدد هنا انه ست اقطاب في الفاز ست اقطاب في الفاز ان شاء الله انها تكون واضحة ولا تنسوا زي ووصيكم دايما وبوصي نفسي لا تنسوا صلواتكم الخمسة والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والاكثار من الاستغفار والاكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته